مشاهدين أسعد الله أوقاتكم بكل خير إليكم ملخص لأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف وتدريجي على درجات الحرارة يوم غد وخلال اليومين التاليين وأيضا طقس بشكل عام رح يكون معتدل في أغلب مناطق المملكة لكنه حار نسبيا في الأغوار والبحر الميت وخليج العقلة مشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات الجي الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرس سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستكون تحت تأثير كتلة هوائية معتدلة الحرارة والرطوبة قادمة عبر تركيا وشرق البحر المتوسط باتجاه المملكة وبالتالي الطقس المتوقع وطقس معتدل في النهار لطيف بالليل الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء لطيفة بشكل عام ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عمان 20 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يوم الاثنين يطر انخفاض قليل على درجات الحرارة الأجواء مشمسة أيضا درجات الحرارة حول المعدل العظمى في عمان بحدود 28-29 الصغرى 17 أجواء لطيفة بالليل وأيضا يوم الثلاثة انخفاض آخر قليل على درجات الحرارة أجواء ما بين لطيفة إلى معتدلة في النهار لكنها لطيفة ليلا العظمى المتوقعة 27 والصغرى 18 يوم الأربعة أيضا انخفاض كمان درجة أخرى بتكون العظمى بحدود 26 درجة مئوية أجواء لطيفة إلى معتدلة نهارا لكنها لطيفة ليلا العظمى المتوقعة 26 والصغرى 17 درجة مئوية أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المناطق المختلفة من المملكة نبدأ في المناطق الشمالية أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل إربد 31-18 عجلون 30-16 جرش 31-17 المفرق 31-15 درجة مئوية المنطقة الوسطى عمان 28-29 العظمى والصغرى بحدود 17 البلقاء 29-17 مأدبة 28-16 البحر الميت أجواء حارة نسبيا إلى حارة 37-24 الزرقاء 31-17 درجة مئوية المنطقة الجنوبية المرتفعات الجنوبية أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل الكرك 30-16 الطفيلة 27-18 الشراح 26-14 إمعان 32-18 خليج العقبة أجواء حارة 39 إلى 26 درجة مئوية أما المنطقة الشرقية أجواء حارة نسبيا بوجه عام الأزرق 34-18 كذلك الصفاوي 34-18 وكذلك الرويشد 34 إلى 18 درجة مئوية مشاهدين شكراً للمتابعة ونتمنى لكم أوقات سعيدة بأجواء معتدلة في النهار لطيفة بالليل شكراً للمتابعة نشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات LG الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن LEADERS CENTER المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري